يعطيكم العافية طلاب الأعزاء طلاب مدارس هبت الله المرة الماضية حكينا عن قاعدة الوحدة الثالثة اللي هي كانت بعنوان present perfect present perfect اللي هو المضارع التام حكينا عن المضارع التام في حال الرول أو القاعدة تبعتها هي في حال الفاعل المفرد تأخذ الhas أو الhasent في النفي زائد تصريف الفعل الثالث بينما إذا كان الفاعل جمع تأخذ have أو haven't في حال النفي مع الفعل تصريفه الثالث طبعا وحولنا في حال السؤال الآن إن شاء الله اليوم سوف نكمل القاعدة بالتكلم عن دلائل هذا الزمن دلائل هذا الزمن طبعا يا سادس دلائل present perfect كتير وأهم إشي بدها تركيز أهم إشي بدها تركيز أول دليل عنا اللي هو السنس أول دليل عنا present perfect اللي هو السنس بمعنى منذ بمعنى منذ طبعا تستخدم هذه بمعنى بداية الفترة الزمنية يعني إحنا عارفين الفترة الزمنية منذ بدايتها لكن إحنا ما بنعرف النهاية إحنا بنعرف البداية إذا تستخدم مع بداية فترة زمنية إحنا نلاقيش منستخدمها يعني إذا كانت الجملة فيها سنوات لما بنحكي since two thousand أو بنحكي أرقام أو أسماء الأيام بنحكي since Monday أسماء الأشهر since June الفصول الأربعة since summer أو مع بعض الكلمات التالية اللي هي since when I was a child since when I was a baby ولا since when I was born أوكي إذا ندلق إلا ما بيكون عندي سنة أيام أسبوع أيام الأشهر أو سوري أسماء الأشهر الفصول الأربعة عندك yesterday last مع أي time since last summer since last June أو عندك الساعة أو عندك الساعة اللي هي كلمة o'clock أوكي نأتي للمثال he has spoken English since he was a child إذن هو يتحدث اللغة الإنجليزية منذ الطفولة منذ الطفولة حكينا كلمة child هي دليل على استخدام sense إذن ما تبدي أستخدام sense لأنه عندي a child وإحنا الدليل child هي لا sense نأتي على الدليل الآخر من present perfect اللي هي كلمة four وهي لمدة بمعنى لمدة وهي فترة زمنية محددة يعني بنعرف البداية والنهاية متى باستخدم الفور؟ باستخدم الفور إذا إيجاني بالجملة كلمة a long time أو إذا أعطاني رقم مع أي time two o'clock two hours two minutes two days عرفتوا كيف two years ago مثال عليها we have watched the film for two hours بما إنه أعطاني الرقم مع time زمن إذن رح أستخدم four ما رح أستخدم sense رح أستخدم four نأتي إلى الدليل الآخر اللي هي كلمة already وهي ترجمتها مسبقا أو حصل وانتهى مسبقا وهو يستخدم للتعبير عن الحدث الذي حصل مسبقا يعني حصل إشي بالماضي وانتهى نستخدم already في حالة الجملة المثبتة نستخدمها في حالة الجملة المثبتة مثال عليها they have already finished lunch إذن هم already مسبقا انتهوا من تناول الغداء كيف عرفنا من الجملة الأخرى اللي هي بيحكي لك they are in the sitting room إنهم موجودين في غرفة المعيشة إذن نستخدم already في حالة الجملة المثبتة لما يكون في عندي دليل بالجملة إنه في إشي انتهى تم مسبقا في الماضي نيجي للدليل just الدليل just بمعنى توّن يا دوبو الآن توّن إذن نستخدم للتعبير عن الحديث عن الفعل الذي للتو للتو تم الانتهاء منه إذن توّن انتهى الفعل ويأتي في الجملة المثبتة مثال عليها mom has just cooked the rice it's too hot كيف بدي أفرق بين استخدام already والjust من الجملتين بيكون في عندي تكملة للجملة في عندنا هون زي ما احنا حكينا they have already finished lunch they are in the sitting room من خلال الجملة هاين هم موجودين بغرفة المعيشة إذن أكيد انتهوا من تناول الطعام أو الغداء بينما جملة mom has just cooked the rice it's too hot من كلمة it's too hot الرز حامي أكيد هو توّن انتهى من طبخه أوكي الآن نأتي إلى دليل yet yet سهلة جدا بمعنى إلى الآن أو ليس بعد بمعنى إلى الآن أغلبها وتستخدم في نهاية الجملة إذن هي دائما yet تأتي في نهاية الجملة وتأتي في الجملة المنفية والسؤال المنفية والسؤال طيب بمعنى حدث حدث لم ينتهي أو يحصل حتى الآن I haven't seen this film yet يعني لم أرى هذا الفيلم قبل الآن قبل الآن أو إلى الآن طيب هنا في حالة النفي طيب كيف بدأستخدمها في حالة السؤال Have you seen this film yet هل شاهدت هذا الفيلم إلى الآن مع علامة السؤال إذن ال yet تأتي دائما في نهاية الجملة ولكن أي جملة في النفي والسؤال فقط في السؤال والنفي نأتي إلى never never وهي إطلاقا يعني في جمل النفي فقط تأتي تأتي في جمل النفي بمعنى إطلاقا طيب تستخدم في جمل المنفية بين الفعل الرئيسي والمساعد مع الانتباه لعدم وجود كلمة not يعني ما هي أصلها not معناها أبدا منفية ما بصير نحط معاها كلمة not أوكي إذن never بمعنى not مش لازم يتواجدوا تنتين في نفس الجملة هي لم تسبح إطلاقا أو أبدا في البركة في البركة أوكي نأتي الآن إلى ever نأتي الآن إلى الدليل ever ever بمعنى أبدا أو سبق لك أبدا أو سبق لك طبعا هي تستخدم بمعنى أبدا أو سبق لك بين الفعل الرئيسي والفعل المساعد في حالات المثبت مع السؤال الجملة المثبتة مع السؤال مثال عليها have you ever run long distances هل سبق لك وأن ركضت لمسافات طويلة سبق لك have you ever seen the pyramids أوكي إذن في حالة الجملة العادية المثبتة يعني أو السؤال أكثر شيء دائما هي تيجي في حالة السؤال وتأتي طبعا في وسط الجملة بين الفعل الرئيسي والمساعد آخر شيء عندنا دليل before بمعنى من قبل إذن من قبل وهي تأتي كمبدأ اليت يا سادس تأتي بمعنى من قبل وزي وظيفة يت أو تأتي في نهاية الجملة مثل يت لكن احنا حكينا يأتي في السؤال والجمل المثبتة عندنا هون before في جمل المنفية ومرات تيجي في حالة السؤال وهي تتحدث عن الخبرات السابقة أو في نهاية الأسئلة زي ما حكينا قبل قليل إذن لم نعلم الإنجليزية من قبل من قبل شوي الأفعال أو time markers الدلائل بدهم تركيز بترجعوا تقرؤوهم وتركزوا عليهم الآن رح نوثق هذا الكلام بتمرين قصير أوكي نأتي إلى التمرين التمرين بحكي لنا use the time markers to complete the sentences إذن بلنا نعمل كيف ما شرحنا بالبكس اللي شرحنا فيه عن time markers الدلائل هذ الدلائل إحنا بننا نملأها بالفراغ أوكي أنا حطلك هنا تحت time markers عشان لا تنساهم والآن بنبلش قراءة جملة جملة number one the men have written stories عندك بعد الفراغ سنة وإحنا حكينا مع السنوات إيش بيجينا سنوات بيجينا sense إذن الإجابة رح تكون sense أوكي نكمل الآن بsentence two mom hasn't prepared lunch lunch فراغ three days بما إني ما عطيني رقم مع time أنا رح أستخدم four إحنا حكينا أي رقم مع time نستخدم four طيب number three has she helped her teacher عندي فراغ رح تكون عندي before طبعا هنا صحيحة في عندي yet أو before يعني إذا اخترت ال yet صحيحة وإذا اخترت ال before صحيحة لأن دائما ال before وال yet بتأتي مع السؤال في نهاية الجملة number four we have we have فراغ eaten dinner I can't eat anything else في عندي جملتين بلك تستخدم فيهم دليل بحكي لك eat dinner I can't eat anything else يعني مش قادر يوكل معناته إنه هلأ توا هذا خلص من تناول العشاء إذن إش بدي أحط في عندي خيارين إما already أو just كيف بدي أختار بيناتهم already إشي صار زمان بيكون فيه إشي بالماضي بيعطيني بينما بما أنه بحكي لك إنه I can't eat anything else مش قادر هلأ أوكل إشي إذن رح يكون just رح يكون عندي الإجابة just أوكي he has فراغ finished his work he went to the park الجزء الثاني من الجملة بيعطيني إنه he went to the park إنه ذهب وانتهى يعني هو ذهب وانتهى إلى الpark في الحديقة إذن هو إشي صار مسبقا أكيد ما رح يكون just رح تكون عندي already أوكي إذن الإجابة already هو مسبقا انتهى من حل العمل عمله وذهب إلى الحديقة أوكي has it stopped raining بما إنه السؤال ونهاية الجملة أكيد رح تكون yet أوكي have you فراغ read a story في وسط الجملة والسؤال السؤال ما بيجي غير في حال ever سبقا وقرأت قصة هل سبقا لك وقرأت قصة إذن بتأخذ ever بتأخذ ever إذا كان عندك سؤال يا سادس والفراغ في وسط الجملة دائما أبدا رح يكون ever إذا كان عندك سؤال في نهاية الجملة الفراغ إما yet إما before حسب الجملة طيب نأتي الآن إلى number eight we have never climbed a mountain إذن هاي الجملة منفية المنفي مع مين بيجي مش مع yet رح تكون مع ايش before حكينا before بتأتي أغلبها مع الجملة المنفية أو السؤال أما yet بتأتي مع المثبتة والسؤال أوكي شوي بدهم تركيز time markers لكن سهلات جدا يعطيكم ألف عافية and thank you for your listening شكرا